محمد تحب نبتدي منين؟ دقاء القمة الزمالك ولا ما حدث بالأمس في مبارات الأهلي والمصري؟ هو ممكن نتكلم بشكل عام في بطولة الدوري لو بدأنا في الجولة الأولى كان فيه ظواهر إيجابية ما عشناهاش قبل كده وكانت ظاهرة إيجابية أبرز ظواهر الإيجابية المطشاط اللي تلعبت إن التلات أندية اللي صعدوا من القسم الثاني للممتاز حققوا نتائج إيجابية زد فاز على الإسماعيل واحد صف بلدية المحلة فاز على المقاولين اتنين صف الجونة عدل مع سموحة داني بأكد إن النجاح عمره ما كان وليد صدفة بالضبط كده الجونة عدل مع سموحة واحد واحد وده بيدل على إن الفرق دي جهزت نفسها كويس استعدت كويس بدأت تكشر أنيابها مبكرا من الظاهر الإيجابية برضو إن الأهلي رد فعله سريع جدا بعد الخسارة كأس السوبر الأفريقي من اتحاد العاصمة رجع شوفنا الأهلي بمستوى مختلف تماما عن المباراة بتاع اتحاد العاصمة وده كان يدل على إن رد الفعل يجيب سرعة فزر باع صفر وقدم مباراة مميزة جدا وده بيأكد إن الأهلي برضو بكشر عن أنيابه من بداية البطولة دي أبرز الظاهر الإيجابية في المباراة اللي تلعبت طبعا النهاردة في باقي المباراة أبرزهم مباراة الزمالك وبيراميدز وده مباراة طبعا بتعتبر إلى حد ما قمة بين الفرقين بتقام في الجولة الأولى ما تعودناش قبل كده إن هي تقام في الجولة الأولى فرقين اللي اتنين أصلا راجعين من بطولة أفريقيا مش أحسن حاجة الزمالك خسر 2-0 من سولار الجيبوتي البيراميدز اتعادل 0-0 مع الجيش الرواندي ولكن كل الناس بتقول إن المباراة حتبقى إلى حد كبير توقعات لبيراميدز على أساس إن الزمالك في الفترة الحالية مش أحسن حاجة بعد المباراة الأفريقية اللي كان فيها بمستوى سيء جدا يمكن لأول مرة كانت تحصل لأي فريق من جيبوتي في جميع الأعمار السنية يفوز على فريق مصري وكان أداء نفسه بتاع الزمالك كان سيء للغاية متوضع للغاية ولكن تظل نقول إن ممكن تكون ردة فعل اللعيبة وخصوصاً أمام بيراميدز ممكن تتغير النهاردة أنا بقول إن مباراة مباراة لعيبة وخصوصاً إن تاريخ مباراة تاريخ مباراة الزمالك وبيراميدز ينحاز للزمالك بشكل كبير جداً لعبوا قبل كده 12 مباراة مع بعض منهم 10 مباراة في بطولة الدوري مباراة النهاردة رقم 12 من العشر مباراة بيراميدز لم يفوز سوى مباراة واحدة في 2018 والزمالك فاز خمسة واتعاد له أربعة ولكن تظل مباراة النهاردة تعتبر مباراة بمثابة قمة مبكرة لعيبة الزمالك هتحاول بخضر إمكان تأكد إن هي مزالت موجودة في الملعب وخصوصاً الأجواء داخل الزمالك والانتخابات هل تعتقد إنه بالفعل ممكن لعيبة الزمالك يحاولوا يعملوا الحلاج بتقولوا ولا هم صابهم اللي صايب الجمهور صابهم اللي صايب كل الناس إنهم بيمروا بمرحلة لا مبالاة بقى إنه خلاص حيجروا إيه أكتر من اللحاص وهم بالفعل عندهم إحباط خصوصاً إن البيت محتاج يترتب من جوه البيت محتاج يترتب من الداخل فعلاً ولكن أنا عندي قناعة داخلية بإني المباراة دي مباراة لعيبة رغم الغيابات اللي حيشهادها فريق الزمالك مباراة لعيبة بمعنى إيه؟ بمعنى إني أنا كلعيب بحمل اسم نادي الزمالك على الأقل أقدي بالمستوى اللي يليق باسم نادي الزمالك بعيداً عن النتيجة بس أنا حلعب ناقص ناقص كتير ناقص كتير وبرامتز برضو احنا برضو لا نخفي البرامتز برامتز عنده إسكواد عالي جداً مميز جداً عمل صفقات عالية جداً ونفس الوقت برضو عنده غيابات من أبرز الزمالك اللي بيشهادها الفريق؟ الزمالك مثلاً عندك أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو سيف الديني الجزيري دول أبرز ثلاث غيابات أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو قوة ضاربة للإصابة سيف الديني الجزيري استبعد من القائمة رغم أنه غير مصاب ولكن في أزمة نفسية بينه وبين المدرب هو استبعده لأسباب فنية مش مركز في التمرينات خلال الفترة الأخيرة لمستحقات في أزمة مستحقات الكلام ده كله برامتز برضو بيغيب عنه الشيبي بيغيب عنه بوبو بيغيب عنه أحمد توفيق ولكن يظل إسكواد برامتز هو الأقوى نظرياً قبل المباراة عندك رمضان صبحي عندك عبدالله السعيد عندك فخر لكاي عندك قوة ضاربة عندك الاتنين اللي خدهم من الزمالك يوسف أسامة نبيه موجود في القائمة سيف جعفر موجود في القائمة برامتز حيحاول بقدر إمكان عشان ما نغفلش برامتز حيحاول بقدر إمكان يعلن مبكراً بأنه هو موجود وخصوصاً أن مدربه باتشيكو مازال مستمر مع الفريق الزمالك حيعاني موجة نظر الفنية حيعاني لو المدرب ما زاله مصر على طريقة اللعب اللي بيلعب بيها اللي هي دايماً بتطالب جماهير الزمالك والمحللين والمتابعين لفريق الزمالك بأن لازم أسوري ومدرب الزمالك يتعامل بواقعية مع المباريات وخصوصاً في ظل الغابات القوية لأن أنت لما تقول أن الزمالك بيغيب عنه زيزو وأحمد فتوح للمبارات تانية على التوالي لا طبعاً ده بيأثر فنياً في ظل حالة أنا مش عايزة أقول تفكك حالة زي ما بتقول كده يا أستاذة مننا حالة اللامبالاء اللامبالاء أو أنا باعتبرها عدم شعور بالمسئولية لأن لعبت الزمالك والأهل تحديداً أو الفرق الكبرى تحديداً حتى لو كان فيه أزمات مالية حتى لو كان فيه مستحقات متأخرة حتى لو كان فيه خلل إداري حتى لو كان فيه انتخابات مأثرة إلى حد ما إلا أن اللعبة دي تظل تتحمل المسئولية رغم أي صعاب موجودة وبتعبر عن نفسها في التوقتات دي والدليل على ذلك أبسط مثال على ذلك الزمالك لما خدت دوري الموسم اللي قبل اللي فات كان بيعاني بنفس المشاكل وممكن تكون مشاكل أصعب كان فيه إيقاف قيد كان فيه حوالي 17 لعب خرج من نادي الزمالك منهم فرجاني ساسي وأشرح من شارئ واوة والأطاري أحمد ومحمد أبو جبل والكلام ده كله وما كانش فيه مستحقات ما كانش فيه فلوس ولكن اللعبة هي اللي فرضت على نفسها واقع في آخر سبع مطشات ومن خلاله خدوا بطولة الدوري عشان كده أنا دايما بقول الكرة دايما بتبقى ملعب اللعبة في الأزمات أنت هنا بتبين نفسك كنادي زمالك أو كلعيب نادي زمالك أو كلعيب نادي الأهلي يعني عشان نقارن الفرق الكبيرة دي لا تؤثر فيها هذه الأزمات وخصوصا في المواقف الصعبة طيب اللقاء النهاردة زوريو باتشيكو مين هيجيد استخدام أوراقه أو بالأحرى الكام ورق اللي فاضلين معاه لأن النهاردة كله داخل معهوش ورق أخر هو باتشيكو عنده أوراق كتير بصراحة خياراته كتير هي المشكلة في خيارات المدرب زوريو في حراسة المرمو فيها خلل منذ فترة طويلة محمد عواد مش هيشارك ومش موجود في القايمة لأنه برضو بيعاني من إصابة خفيفة محمد صبحي مش أحلى حاجة مستوى مش أحلى حاجة صحيح الخيارات عندي باتشيكو أكتر في ظل وجود الإسكوادي الكبير جدا من هذا الكم من اللعيبة وكفي أنه عنده عبد الله السعيد عنده أحمد فاتحي عنده اللعيبة دي خيارات خيارات أوراق تكاد تكون محصورة في عدد اللعيبة اللي هم موجودين معينين بعد استبعاد سيفي الجزيرة امبالح من القايمة ده المهاجم الوحيد اللي عندك وانت عندك إقاف قيد وانت عندك ما تعقدتش قدامك نصر منسي عندك شكبالة عندك اللعيبة اللي هي بتلعب بيها ولكن خيارات باتشيكو هتبقى هي الأكثر مرونة من خيارات أسوريا نعم طيب احنا اتكلمنا في ظل حالة عدم التفاعل اللي موجودة عند جمهور الأهل تحديدا لكن في ظل هذه الحالة توقعتك اللي المضار الزمال 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 لأهل خلاص معجي هي طبعا التوقعات غير 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 حالة اللعيبة في نفس في الملعب أنا تجهيز اللعيبة قبل المباراة هو الأهم يعني مثلا على سبيل المثال الكابتن عبو واحد السيد مدير الكورة تجهيز من قبل المباراة حصل نحن نتكلم نحن نحن في نهاردة يوم المباراة نحن نحن حالة اللعبة من أول ما رجعوا حاب واحد السيد فارد انضباط كبير جدا على الفرقة تكلم معهم بشكل كبير جدا أن أنتم لازم تعبروا عن نفسكم وخصوصا أنهم قبل ما يسفروا تنزانا ويلعبوا سوريو بيلعبوا سولاري الجيبوتي خدوا جزء من مستحقتهم المتأخرة وموعودين بالجزء الآخر أنا توقعاتي أن المباراة ستكون صعبة على الزمالك إلا في حالة إحنا إنا لعبت الزمالك بقيادة شيكابالا نفسيا داخل الملعب بعيد ابتعدوا عن الأجواء الخارجية ونسوا المباراة اللي فاتت فيتعاملوا على أن مباراة الزمالك وبيراميدز أنت كعبك علي دايما كزمالك أو لعبتك زمالك أنت كعبك عالي دايما على بيراميدز وبيراميدز بالنسبة للزمالك بيشكله عقدة لأن من 2018 بيراميدز لم يحقق أي فوز على الزمالك لو تعاملت نفسيا من هذا المنطلق بالإضافة إلى عودة مدرب الزمالك للواقعية وخصوصا في وسط الملعب ممكن الزمالك إلى حد ما يطلع بالنتيجة إجابية بس التاريخ ده ممكن يدي تاريخ المباراة السابقة أمام بيراميدز ممكن يدي نوع من عنواع الثقة النفسية شوي يلعب على العمل النفسي لكن في النهاية كرة القدم لا تعرف سواء الأهداف أكيد طبعا أكيد طبعا بس هو العمل النفسي أنا بتكلم عمل نفسي مع لعبت الزمالك بتفرق في في المطشط القوية دي زي مثلا لما بنيجي نقول أهل وزمالك مباراة قمة لا تعتمد على ما قبل المباراة على الرجلين في الملعب على حالت كنت كلعيبة في الملعب صحيح أنا أخشى ما أخشى يعني أكتر حاجة أنا ألأن فيها من مباراة الزمالك طريقة لعب المدرب أنا ممكن طريقة لعب المدرب أسوريول لأنه هو مصمم على اللعب لو 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 كمل بنفس الطريقة اللي هو بيلعب بيها في مواجهة بيراميدز في ظل هذا الكمل كبير من النجوم في بيراميدز وخصوصا في وسط الملعب ممكن تسبب مشكلة كبيرة جدا للزمالك خصوصا أنت زمالك راجع نفسيا نفسيا راجع من مباراة أفريقيا دي مش عايز أقول منهار متأثر سلبيا بشكل نفس كبير جماهير مش راضية عنك الوضع في النادي مرتبك أنت أصلا ما عملتش معسكر إعداد أنت يا دوب أصلا جمعت الفرقة وروحت مصر الجديدة عملت معسكر إعداد لا سفرت اسكندرية ولا سفرت برة غير الأهل سفر النمسا وانت بتعمل معسكر إعداد هنا عندك مشكلة مستحقات عندك مشكلة لعبة أجانب ليهم مستحقات ومقدمين شكاوي عندك لعبة أصلا من المفترض كانت تخرج أصلا في الانتقالات ما عرفتش تخرجها عندك إقاف قيد انت ما عرفتش أصلا تستفيد بفترة الانتقالات عندك ديون ما زالت مستمرة إذا كان على اتحاد كورة ولا إذا كان على اتحاد دولي عندك حالة من الارتباك عندك مشاكل كثيرة الحالة من الارتباك دي والزمالك والأهل فيها كورة بغض النظر عن أي حاجة فرقة الكورة بتعتبر هي اللمبة اللي بتنور اللمبة اللي بتنور في ظل هذه الأزمات أنت هنا المعيار عندك هل اللعيب حيستسلم ويقول أنا ليه العذر أخدتش فلوسي في مشكلة مش عارفين مين موجود مش عارفين مين جاي في الانتخابات وهو الأخير ولا أنت هتتعامل من هنا من منطلق أن أنت بداية دوري وإنت أصلا عايز تعود للمنافسة من جديد وهو الأخير أنا من وجهة نظري أن الزمالك لو الفرقة الزمالك في وجود شيكابالة ومحمد عبشافي والناس اللعيب الكبار دول لو قدروا إلى حد ما يتمسكوا إلى بعد الانتهاء إلى حين انتهاء الانتخابات ممكن تفرق كتير جدا لأن الفترة الأولى دي لو حصل فيه أي خلل في مباراة الفرقة في الدوري أو أفريقيا هتأثر بالسلب لموسم مقبل بس بالورقة والألم بيرامد كفته أرجح هو عامل صفقات محلي ومختلفين عنده استقرار مدربه موجود مستحقات مالية تمام أنا مش عارفة ليه سياق كلامنا وكأن اللي اتنين في نفس المأزخ لأ هم اللي اتنين راجعين من عدم توفيق بالزرط لكن اللي اتنين مش في نفس الوضع خالص لا تدريبيا ولا إدارية أكيد طبعا مش في نفس الوضع ولكن هنا برضو احنا بنتعامل برضو لو جينا النس البص البرامد زي أو سازة مننا ممكن بيرامدز مع كم اللعيبة النجوم اللي موجودة مع وضع الزمال ممكن يلعب بتعالي وتعكس عليه عكسي ممكن يستخدم مين من الأوراق النهاردة مين من الصفقات اللي يقدر يستخدمها النهاردة رمضان صبحي مهند لاشين عندك عبدالله السعيد عندك فخر لقاي لا قوة قوة قوية دودو الجباس عندك فقر لا فريق بيرامدز لو جينا نتكلم على السكواد بتاعه سنلاقيهم 90% منهم نجوم 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 يعني أخيرا تعليقك وتقييمك للتحكيم في الأسبوع الأول وهل هنقدر نشوف خلال الدوري تحكيم منضبط؟ أنا أتمنى ذلك موضوع التحكيم ده إحنا لنا موسمين على التوالب نعني منه أتمنى أن يكون بداية الدوري هذا الموسم تستمر هذا الاستقرار النفسي أتمنى اتحاد الكورة يبقى متماسك ويدعم التحكيم بشكل كبير جدا ما يهربش لأننا موضوع التحكيم ده بيشغل بالي من فترة طولة جدا على أساس أن الحكم المصري الحكم فنيا إلى حد ما كويس يدي له ثقة ويدي له دعم ويدي له مستحقات المتأخرة يدي له مستحقات المتأخرة عشان ينزل الملعب نفسيا فايا مش مشتت ذهنيا ممكن يخطأ آه مفيش حكم ما بيخطأش ولكن هل الخطأ بيقى متعمد ولا غير متعمد غالبا بنسبة 99 أن الحكم مفيش حكم بيخطأ خطأ متعمد بيتبقى سوء تقدير فني أو سوء لياقة زهنية سوء التقدير الفني أو سوء اللياقة الزهنية ده بيبقى سببه التأثير بالعوامل الخارجية أنت عندك مشكلة مع الاتحاد لسه من أسبوع أو عشر تيام عاملين عاملين أعدى مع التحاد الكورة بسبب المستحقات المالية بريرة الرئيس لجنة الحكام حيمشي حيقعد في أزمة في القيمة الدولية في ألأ داخل فكرة الألأ وعدم ترتيب الدولاب تحديدا زي ما قالت مننا هو اللي بينعكس على الجمهور لكن الجمهور أولا وأخيرا له مطلب وحيد وأوحد من فريق كرة القدم تحديدا وهو الفوز في المغارات طبعا نتمنى التوفيق لكل الفرة ونشوف موسم قوي ودوري قوي في بداية الانطلاق قليب نشكرك ناقد الرياضي محمد الجبالي شكرا رسول أحمد شكرا رسول زامنة